أهلا بحضراتكم من جديد هنروح لأخبارنا خلاص منتخب كورة اليد خلص بطولة العالم بالمركز السابع اللعيبة رجعت القاهرة تاني خد وقت استشفاء النادي الأهلي طبعا فريقه بقيادة مستر ديفيد ديفيزر مدير الفني الأسباني خلاص الدوري هيرجع تاني بدأ تدريباته سداسي رجع تاني اللي كان مع المنتخب أول مباراة لنا بإذن الله يوم الخميس القادم مع نادي سموحة وعودة لدوري المحترفين لكورة اليد اللي بتمنى الفريقنا أكيد طبعا كل التوفيق والحمد لله أن السداسي بتاعنا بتاع منتخب مصر رجع بكل سلامة ما فيش إصابات ما فيش حاجة وأفكر حضراتكم بالسداسي اللي كان رايح كان طبعا عبد الرحمن حميد أحمد خيري محصر رمضان مهاب سعيد وابراهيم المصري وإحمد عادل مباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون مع نادي سموحة زي ما قلت حضراتكم الخميس مباراة مهمة مباراة مهمة وقوية وخاصة بعد ما بترجع بيبقى فيه لعيبكة مع المنتخب وراجع وفيه لعيبكة بتتمرن في اللي بتاع فأنت محتاج مطش أو اتنين عشان ترجع تستعيد تاني الذاكرة الفنية بما يخص النادي بتاعك واللعيب الدوليين عندهم القدرة دي واللعيب المحلين حتى اللي مراحوش لعيب الدوليين يا إما لعبوا مع منتخبات الشباب يا إما غيره وغيره طيب كاس العالم اللي فات طبعا طب زي ما حضركم عارفين منتخب مصر مستر بروندو رحل عن منتخب مصر في فترة أضى فترة حوالي ثلاث سنوات مع المنتخب المصري كانت من أحلى الفترات أو أنبج الفترات فنيا لمنتخب مصر من فترة يعني الحقيقة والراجل أدى دوره اللي احنا منهلنا برنامج الأبطال بنشكره وحتى خرج بشياكة وكتب يعني تويتها حلوة جدا على تويتر شكر فيها كل الاتحاد وكل العاملين معاه في منتخب مصر وهي دي الكلام هو ده الفكرة لازم لما يطلع مدرب ده بر مصر لازم يتكلم عن تجربة النجحة يعني الأضاها جوه أروكت طبعا كرة اليد المصرية والاتحاد يتفى مرحلة التعاقد مع مدير فني جديد وبيدور على الأسامة كبيرة خلاص منتخب مصر شاقة من شاقة وقابة من قابة اسم كبير في كرة اليد على مستوى العالم المنتخب الوحيد اللي بره أوروبا اللعبة نفسها لعبة أوروبية هي كرة اليد لعبة أوروبية فالمنتخب الوحيد خارج أوروبا اللي يقدر يكسب المنتخبات الأوروبية هو منتخب مصر إذن خلاص إحنا محتاجين اسم كبير ودهوقتي بيحصل عرضه وأنا أتوقع أن أي مدير فني خارج أي منتخب كبير الآن أكيد يشرفه أن يجي يمسك منتخب مصر في ظل وجود كوكبة كبيرة من هدي اللعبين أو هؤلاء اللعبين اللي بينهم لعيبة محترفة وفيهم لعيبة محلية حتى اللعبة المحلية لهم فرص كمان يخرجوا يعني عندنا جيل جاي جدا وجيل طالع إن شاء الله اللي جاي بقى هي بطولة العالم للشباب اللي إحنا أنا واحد من الناس منتظر ركبتن صبر حسين المدير الفني بتاعهم أنا منتظر وبقول لكم خليكم فاكرين كلمتي دي المنتخب ده هام الحاجة يا رب بس نقص التوفيق أنا بقول ورق ألم إنما التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده الأساس ورق ألم المنتخب ده بطل أفريقيا كسب أفريقيا بفرق عشرين هدف فرايح يعني جامج جد يبقى التوفيق عشان إن شاء الله يعمله حاجة أنا أتوقع كابتن صبر بقى له ساتين شغال أنا برؤيتي المتابعة منتخب ده ممكن يعمل يجيب مداليا ومش بعيد يروح على فاينال ولكن يتبقى التوفيق اللي هو مين كابتن الفريد ده مهاب سعيد مهاب سعيد نجميله كبير نجميل نادي الأهلي ولعب وانتخب مصر اللي قد أداء كويس في بتورت العالم اللي فاتي ده كابتن الفريد خليكم فاكرين ويحيين ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي بتورت العالم ووفكركم بهذا الكلام